في الفيوم احتفل الآلاف من المواطنين بعيد الفطر المبارك بعدد من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تواجدت قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو تسع ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم وقاموا بتوزيع الهدايا على المواطنين وأبنائهم وتنظيم عدد من الاحتفالات الترفيهية ترفيها وابتهاجا بعيد الفطر المبارك نهاردة احنا في مؤسسة الجرح جايين نحتفل مع أبنائنا في دار عائشة حسنين للأيتام دي أحد الدور ومؤسسات الرعاية في محافظة الفيوم ونحن حرصين دايما على الشراكة معاهم علشان زي ما قلنا كده ندخل السعادة والبسمة على وجوه أطفالنا الأيتام اللي كنا النهاردة بنشاركهم طوال اليوم فرحتهم بعيد الفطر التحالف الوطني بنضحب بيوم جدا على الحفلة الجميلة اللي عمله لنا النهاردة وعلى تعاونهم معنا باستمرار يعني الحقيقة في الجمعية يعني جايين نساعد أخواتنا لفدار الأيتام نحاول نبسطهم بقدر الإمكان يعني نشاركهم ونلعب معاهم كده حابين نكون جزء منهم احنا دايما في ظهر الشعب المصري دايما قتلة واحدة ما عندناش حاجة اسمع مسلم ومسيحي احنا كل الأعياد بنشارك فيها أعياد مسيحية أعياد إسلامية كلنا قتلة واحدة وكلنا في ظهر الشعب المصري احنا جايين النهاردة عشان نقول لأطفالنا كل سنة وانتوا طيبين واحنا معاكم وساعدين بيوجودنا النهاردة في وسطهم وشوفنا الفرحة في وجههم احنا كنا مبسطين زيهم بالزبط احنا موجودين النهاردة عشان نقول لهم احنا معاكم دايما واحنا مش أول مرة نتعامل احنا كنا لسه بين يومين حفلة الأيتام كأنهم شركاء معنا وان شاء الله احنا دورنا مش بس مقتصر على الحفلة أو توزيع الهدايا احنا ان شاء الله نرفع كفاءة الدور